الصلاة أيضاً لها طريقة وحقيقة ورقيقة طريقة الصلاة هي الكيفية المؤلفة من ركوع، سجود، تشهد، تسليم هذه طريقة الصلاة لكن ما هي حقيقة الصلاة؟ هذه صورة الصلاة الركوع، السجود، صورة الصلاة ما هي حقيقة الصلاة؟ حقيقة الصلاة بالخضوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نظر الإمام علي عليه السلام إلى رجل يعبث بلحيته وهو يصلي قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه حقيقة الصلاة بذلك الخضوع القلبي وليس بصورتها وكيفيتها وهذه الحقيقة لها رقيقة، لها منشأ، لها علّة ما هو منشأ الصلاة؟ منشأ الصلاة يقول عنه القرآن الكريم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهُ هو رقيقة الصلاة الصلاة إنما أُمِرْنَا بِهَا لِيَكُونَ ذِكْرُ اللَّهُ حَاضِرًا في قلوبنا ليكون ذِكْرُ اللَّهُ يَمْلَأُ جَوَانِحَنَا فذِكْرُ اللَّهُ هو الذي يبعثنا نحو الخشوع والخشوع هو الذي نجسده في طريقة الصلاة فهناك طريقة وحقيقة ورقيقة رقيقة الصلاة ذِكْرُ اللَّهُ نحن نريد أن نصل بالصلاة إلى أن نستحضر ذِكْرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي